تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 260 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 154 طن مواد غذائية وغير غذائية وأما في مجال حجب السلع الاستراتيجية فقد تم ضبطه أكثر من 16 طن سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 36 طن وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 90 طن أسمنت وبمجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 12 طن دقيق مدعم وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 287 قضية من بينها 93 قضية خبز ناقص الوزن و101 قضية خبز غير مطابق للمواصفات